أجمع عدد من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية إلى أن مدارسهم تقوم بتذكيرهم وتوعيتهم بحقوقهم أثناء تأدية الاختبارات ولكن لفت بعضهم إلى بعض من الممارسات الخاطئة التي يمارسها المراقبون داخل قاعات الاختبارات والتي تؤدي إلى تشتت أفكارهم وفقدانهم تركيزهم وتنعكس سلباً على نتائجهم النهائية في الوقت نفسه أكد متخصصون بالصحة النفسية والقانونية أن من أهم حقوق الطلاب التي كفلها لهم نظام التعليم في السعودية هي التهيئة النفسية والمعنوية والمكان المجهز والكوادر المؤهلة المناسبة لتحقيق مخرجات تسهم في بناء مستقبل المملكة ويحقق لها أيضاً المكانة المشهودة وبعد دراسة أجريت على بعض الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية أشار البعض إلى أن من أكثر الأمور التي تقلقهم وتفقدهم تركيزهم أثناء الاختبار هي التنبيه بالملاحظات الخاصة بالاختبار بكثرة من قبل المراقبين كذلك المشي والدوران بشكل متواصل من الممارسات التي تجعل ذهنهم مشتت ويفقدهم القدرة على تذكر المعلومات إضافة إلى دخول وخروج الإداريات أو المعلمات الأخريات أثناء الاختبار وهي من أكثر الممارسات التي تفقد تركيزهم ويشعرهم بالقلق وقد ذكر البعض الآخر إلى أن من أكثر ما يفقدهم تركيزهم هو تحدث بعض المراقبين مع الطلاب وعدم تقدير بعض المعلمات لوقت الامتحان والضغوط التي يمارسنها باستخدام أسلوب التهديد والوعيد الذي يجعلهم ينسون المعلومات ويشتت انتباههم كما اتفق الآخرين على أن الوقوف بجانب الطالب ومراقبة ورقته أثناء تأديته للاختبار يتسبب لارتباك الطالب وتشتت تركيزه وانخفاض ثقته بإجابته على الأسئلة وبعد كل هذا كيف يمكن للمؤسسات التعليمية دعم الطلاب والمراقبين وضمان توفير بيئة اختبارات مثالية ترجمة نانسي قنقر